هو الاهلي ليه كسب بيرامدز? عشان الاهلي اه عنده جمهور عظيم اسمه جمهور النادي الاهلي. اه. ده لازم اه انا ممكن حتى في القاتل قبل كده اتكلمت في النقطة دي اه طولهم من الاول مباراة هيلعبها حقيقي. بيرامدز تحت ضغط يا جمهور اه ماش اه نادي الاهلي. والعكس صحيح? لأ. لأ. نادي الاهلي طول عمره تحت ضغط. ومتعاود عن ضغوط. كفاءة معه جمهوره. ما تقدرش تلعب تحت ضغط جمهور النادي الاهلي بيطالب بمكسب كل حاجة. بس بيرامدز بقت فرقة تقيلة بتحضها تحت ضغط. احنا اشدنا بيهم. كلنا بصها. يعني كل الناس قالوا ان الاهلي هي المبارتنين اللي هتعطل او تحدد. ده حقيقي انا من احسن المواسم اللي شفتها الاهلي هو الموسم ده. في الدور العام. ده حقيقي. وشغل الادارة بتاعهم هاي. السنة دي عاملين شغل كويس. وبيشتغلوا في هدوء. وحتى اللعيبة بينهم. تحس اجابت ان كان فيه سيطرة من نجوم الفريق السابقين على المجموعة. فده اثر بالسلب السنوات الماضية. ولكن دلوقتي تحس ان الفريق بيرامدز بيلعب مجموعة اكتر. وده نجاح لبيرامدز على فكرة. بالعكس انا شايف ان بيرامدز ما اخفقش. خالص. ده نجاح لي ان هو يوصل يبدأ ينافس النادي الاهلي. ويجي يتقال على المباراة بيني وبين النادي الاهلي مباراة قمة ده نجاح لبيرامدز. انا بالعكس مش شايفه فشل. ولكن. بيرامدز ناجح بقاله كزا سنة لو هي على مباراة قمة كل مباراة بيرامدز والاهلي والزمال بقمة. لا. بيرامدز نادي اتولد كبير. انا اتولد كبير اه في وقت قليل اي نعم اه ناتج طبعا امكانياته المادية العالية جدا. اه. وارد جدا انت لما انت عندك الامكانيات المادية العالية جدا هتقدر تجيب النجوم اللي انت تقدر تنافس بهم كل الفرق الكبيرة. ولكن اه مش هتقدر تبقى فريق بطل. اه. دي اللي نقصاك. مش هتقدر يبقى عندك جماهير زي جماهير النادي الاهلي. هنا الفرق كبير جدا يا كابتن سيف. وده دي نقطة الايجابية. جمهور النادي الاهلي لما شفته في في الاستاذ المتشرفات. لا مختلف. اه. جمهور يصير الرعب في في اي فريق. اه. جمهور النادي الاهلي معروف بشخصيته بقوته. بعد ايه بيدفع اللعيبة بتاعته بشكل جيد. طب انا كابتن برضو يعني هاخد وجهة نظر شوية يعني طالما هو الغائب. في واحد يقولك طب جمهور الاهلي ما فيش شك ان اسمه جمهور كبير عظيم مرعب مؤثر جدا. اه اه النجم رقم واحد. ما فيش كلام. ولكن في المباراة دي بالذات. نادي نجح ان يعمل يمنتدى ويرجع بهدفين ويتقدم اتنين واحد عن نادي الاهلي. تمام. بصك ابتن سيف انت لو بصيت لحسيات المباراة هي الكرة الوحيدة اللي عملها الكارتي لميلسون بايل السروباس الهاية اللي اتعمد. اه وكرة عدم تمركز من المدافعين بتاعت النادي الاهلي هي اللي اصفرت عن الجول. والكرة التانية للكورنر اللي اتعمد. هات فرص حقيقية النادي بيرامدز هات وجود له مصطفى فتحي في ماتش الاهلي. مفيش فعالية هجومية خطرة او كبيرة على النادي الاهلي. بالعكس النادي الاهلي كان مسيطر عم مباراة مستحوز عم مباراة وكان قادر بعد الهدف الاول يعزز تقدمه ويحرز اكتر مرجول كمان. ولكن اه هي كرة القدم كده. اه من السوميلي اه ادر ان هو فعلا. في السوميلي اه. ادر يخطف اه يكسر مصيات التسلل بشكل هاي. يسال مين على الهدف? الهدف طبعا خط الظهر اه اندفع محمد ابنانم للامام في الكرة دي. فخلق مساحة اه في خط ظهره. اه رامره بيع راجل برضو رأس الحربة قدر ان هو يكسر مصيات التسلل بس انا طبعا فيها شك لحد ما كبير. اه. الفار كان فيه كلام ممكن الحاكم الاسباني مش عايزين ان نخش في الحتة دي كتير. ولكن الحاكم الاسباني. اه. عليه حاجات كتيرة جدا. اه. اه. في كرة النهاردة كانت في نهاية اوروبا كابتن لو شفتها كل التدافعات فيه دربة الرأس النهاردة اللي ستونز النهاردة كان مطلحها دربة روكنية. اه. شو التاني. الراجل المهاجم داخل في دهره من وراء. اه. حسب الكورنر عادي. دربة روكنية عادي. اه. فانا التداخلات دي بقت عادية. اه. برة عادية خلاص. احنا عندنا احنا مشكلة. فين انت وزمنك? يا خبرات. اخت اخت الدنيا. بتاكالنج بتاعتنا والحاجات العالية بتاعتنا. اه. يعني يعني رامي يسأل وعب منعبي يسأل في الهدف? انا مش عايز احملهم لان دي كلها مواقف. دايما اكي بتنسيه في كورة القدم مواقف وتفاصيل صغيرة. خلي بالك. الراجل رأس الحربة قدر ييجي من مصات التسلل في اه كعب رجله هو اللي كاسر ده. اه. خلي بالك. كعب رجله نزل كسر مصات التسلل وبرده في رؤية من الساقطة. اه. من والد الكارتي. راجل قدر يعمل صوره باس هايل. اه. هايل. ما هو شافه ازاي في ظهري عمي نعمي. الراجل نزل عملها له راح طبعا فارق السرعة بتاعته. مع برضو رامي. وتأخر الشناوي في الطلوع. اه. خلي بالك في وقت هو بيعمل من كرة كرة طولت من رجله. كان وقت هنا بقى الشناوي لو في حالته الفنية العالية بيقدر ينقض على الحاجات دي. اه. بس برضو تحس كان فيه سن التشتيت زهن الى حد ما يعني. اه. دي من الشناوي ومن خط الده. شايف من من وجهة نظرك ان النادي الاهلي كان عنده ثقة ان هو هيكسب. واحنا بنبص من بره كده. كولر بيزق الفرق القدام. والمدير الفني لآآ بيراميدز كان بيقولوا اقفوا. ده حقيقي. بص انت لو بصيت لمبداية المباراة اولا يعني ايه ملعبش الشيبي اصلا آآ من بداية المباراة. يعني ايه اصل نفسيته اصل آآ 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 بس انا كنت يعني من كواليز صغيرة عارفت ان آآ الشيبي ملعبش المباراة دي اللي عنده ضعف في النواحة الدفاعية لحد ما. هم. فانت عندك ضعف في نواحة الدفاعية لحد ما. تجيب واحد. ايصر تلعبه في ناحية اليمين. شاء لعدين سؤال. بالزبط. حصلت معنا كنا في الاسماعيلي في مع مدرب فرنسي اسم باترس نوفو. هم. آآ جاب مين بقى يا كابتن كنا بنلعب تقريبا كاس مصر في طنطة. اه. جاب احمد سامير فرج لعبه. اه. باكي مين. هم. التغييرة حصلت تقريبا ديها تلاتين. طب انت التغييرة دي برضو في كولر اول ما نزل الشيبي شاء اللي بحسين. ده حقيقي. ودع حسين يا كابتن بص بقى هنا الشخصية. هم. خلي بالك الشيبي اه صنع جون. خلاص طبعا حسين نجم المباراة من البدايتها. لا يعني الاثنين فكروا زي بعض. يعني يعني المدير الفني البراميدس قال لك لا يعني ما حونتش الشيبي برضو عشان ما حطوش في ضغط نفسي. وما وما حسينش حت لعب نزل الشيبي. برضو كل الرحال والنحة التانية. لا لا يا كابتن لا. حسين بلعب بقى ريحية. في دايما هتلاقي روتيشن بيت. هوا غيروا ليه? لا بيغير تغير مراكز عادي في الملعب. يعني انت الهدف الاول بتاع حسين الشحات. بيمين. ومحمود طاهر. قطع من ناحية اليمين. طاهر بقى جوه التمنتاشر. وصام ابو علي بقى على البعيدة. والتحرك الهائل بتاع طاهر اكبر المدافع اللي كان. مع وصام ابو علي يروح على مين? طاهر محمد طاهر. على طاهر. اه. فبالتالي بقى محمود طاهر. طيب. محمود طاهر? اه. قلش. يعني. طاهر. اه. فطبعا قدم ساحة احسن لي وصام ابو علي يقدر يسجل الهدف الرائع والملعوب. وبعدين بقى بص الكسافة الهجومية بتاعت النادي الاهلي. الضغط الهجومي. وبعدها واحدة لي وصام ابو علي يحطها بريسنج فوق العرضة. كل دي كور هيلة اتعاملت من النادي الاهلي. ضغط عالي دايما من النادي الاهلي. استخلاص كورة. استحواز دائم. حتى بعد الهدف. الاهلي لم يتراجع بعد الهدف كافتن سيف. خلينا نقول ان الهدف اللي جيه في الاهلي هو خطأ من تمركز. خط الضغط. نتيجة الضغط العالي للنادي الاهلي. فحصل اختراق في خطوط الخط الخلفية للنادي الاهلي. قد على احراز الهدف التعادل للنادي بيرامدز. ولكن النادي الاهلي بعد الهدف لم يتراجع. بالعكس هو كان ضغط. بيوصل. بيستحوز. اه. وصل لهجمات. وقدر يخلق فرص اه. حقيقية للمرمى. بالعكس. الراجل الناحية التانية السربي. اعمل زون ديفينس. اه. متراكب. خايف من الاهلي. وده واضح حتى. بصك فنسيف لو خدت بالك من الجيم. الشراسة الهجومية. والشراسة اله. في واحد ضد واحد في الملعب. هتلاقيها بصراح النادي الاهلي كلها. كل استخلاص للكورة معادة واحد بس. كان مهند لشي. بلغة الارقام الدوري في الملعب. بلغة شريف عفضيل. اللي ايه معلش? بلغة الارقام الدوري في الملعب. الدوري في الملعب بس بلسبة كبيرة. بلغة انت بقى. بلغة انا? لا لسه تمانين عشرين. تمانين لمين? اه طبعا. للا الاهلي لان انت عندك مبارات للاهلي كبير. وآآ متتالية. وآآ وطبعا تشكر النادي الزمالك. الفرصة اللي ادهل من اهلي الاهلي ان هو يا رشح ايه يقدر يسرح ايه. يبقى في راحة. يريح. في راحة ممتازة. في راحة ومتازة اللي لعبته. اه. في الوقت ده عشان الاسبوع اللي خده راحة ده فرق معه كتير جدا. عندنا واحد زي ما تساوم ابو علي كان راجع من امتخب فلسطينة يا بتنسيف كان عنده جزع في الانكل. اه. لما ريح الاسبوع الزيادة بتاع ماتش الزمالك ده فرق معه كتير جدا. اه. بقى سامو ابو علي اللي انت شايفه ده. حاجة فرود سوبرستار. حاجة محترمة. اه. ما شفناش الكواري ده من زمان. في الدورة مصر. صحيح يعني. صحيح. فده اه النادي الاهلي هو ان شاء الله بنسبة كبيرة قادر يحسب اللقب ده. مع الفكر بتاع كولر اللي هو اه عملية الروتيشن الدائم. تمركز اللعيبة. وادايما اختياراته اللي ايجادته في اللعيبة معينة يقدر يشكلها بشكل كويس. اه. في مراكز معينة يعني كولر لازم نشيد بيه.